السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف السابع درسنا اليوم هو درس قسمة عدد صحيح على كسر درس الرابع في الواحدة رقم 11 تابعوا معنا الشرح بعد الفاصل انا محمود حنفي ودي قناتكم قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم عزيزي طلاب مستمرين في شرح الدروس بشكل متتالي طبعا عشان تقدر تشوف الدروس اللي فاتك او الدروس اللي جاية اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجي لك اشعارات بكل الدروس الجديدة يلا بنا نبدأ الشرح على طول لهذا الدرس الدرس الماضي كان ضرب عدد صحيح في كسر اما هذا الدرس هو قسمة عدد صحيح على كسر والموضوع بسيط جدا لان احنا هنحول القسمة الى ضرب وهنشتغل بنفس طريقة الدرس الماضي يعني بكل بساطة لو انت اتدربت على الدرس الماضي بشكل كويس هتقدر تحل الدرس ده بشكل ممتاز جدا فمثلا انا عندي اول سؤال معايا بيقول لي ايه بيقول لي 21 قسمة 3 على 4 كل اللي احنا هنعمله ان الكمية هتفضل زي ما هي 21 وبعدين القسمة تحول الى ضرب وبعدين الكسر اللي موجود هنا بنعمله عملية معكوس ضربي او بنقلبه يعني ايه بنقلبه يعني الاربعة بتطلع لفوق والتلاتة بتنزل لتحت المقام يطلع لفوق والبسط ينزل لتحت وبعد كده بنستخدم الاساليب العادية اللي احنا تعلمناها قبل كده ان انا بشوف هل الواحد وعشرين تقبل القسمة التلاتة طبعا الواحد وعشرين تقبل القسمة التلاتة فيها السبعة واضرب سبعة فاربعة بالتمانية وعشرين وبكده المسألة انتهت بكل بساطة نفس الموضوع هنعمله هنا مع بعض خمستاشر تنزل زي ما هي والقسمة تحول الى ضرب وبعدين بنقلب الخمسة على ستة ونخليها ستة على خمسة وبعدين بنقسم او بنشوف هل فيه قابلية للقسمة ولا لا هل الخمستاشر تقبل القسمة على الخمسة طبعا تقبل القسمة خمستاشر على الخمسة فيها الثلاثة وبعد كده نضرب ثلاثة في ستة بـ 18 وبكده يبقى جاوبنا اجابة سليمة نفس الموضوع تعاله نعمله في السؤال جيم اربعة وعشرين زي ما هي والقسمة تحول الى ضرب وبعدين بنقلب الكسر بنخليه سبعة على ستة ونشوف قابلية القسمة هل الاربعة وعشرين تقبل القسمة على الستة نعم يبقى ناسم اربعة وعشرين على الستة فيها الاربعة وبعدين نضرب اربعة في سبعة بـ 28 الموضوع سهل جدا زي الدرس اللي فات بالضبط أهم شيء تتدرب على الضرب والقسمة طب تعالوا نشوف السؤال الثاني أوجد ناتج ما يلي في صورة عدد كسري في أبسط صورة ده معناه أنه مش هيقبل القسمة بشكل مباشر لازم أعمل قسمة مختصرة أو قسمة مطولة طبعا بيقول لي في كل الجزئيات بسط قبل إجراءك لأي عمليات حسابية يعني لو كان فيه تبصيد اعمل التبصيد ده الأول قبل ما تعمل عملية القسمة عشان يكون سهل عليك فمثلا عندي السؤال الأولاني 16 قسمة 6 على 7 زي ما اتفقنا القسمة تحول إلى ضرب ويبقى ضرب إيه؟ ضرب بدل 6 على 7 تكون 7 على 6 بعدين نشوف فيه اختصار ولا لا؟ فعلا فيه اختصار لأن 16 وال6 أعداد زوجية تقبل القسمة على 2 فهنا هقسم 16 على الاتنين تعطيني 8 وهقسم 6 على الاتنين تعطيني 3 وبعد كده أعمل عملية ضرب عادية 8 ضرب بسبعة ب56 وقسمها على الثلاثة تعال طبعا نقسم الخمسة فيها كم تلاتة؟ طبعا فيها ثلاثة واحدة بس لأن ثلاثة في واحد بتلاتة ويتبقى مع اتنين نحطها جنب الستة تكون ستة وعشرين الستة وعشرين فيها كم تلاتة؟ أقرب رقم ليها هو التمانية لأن الثلاثة في تمانية باربع وعشرين ودي كام؟ دي ستة وعشرين يعني الباقي اتنين يعني اتنين على تلاتة كده هل لنا السؤال بكل بساطة السؤال بقى هقول برضو اتناشر بدل القسمة أحواله إلى ضرب هداشر على تمانية ونشوف هل في اختصار؟ نعم الـ الـ 12 والتمانية بيقبلوا القسم على الـ 4 إذن هقسم الـ 12 على الـ 4 فيها الـ 3 وهقسم 8 على الـ 4 فيها الـ 2 وبعدين نضرب ثلاثة في احداشر بـ 33 وهقسمها على الـ 2 طبعا القسم على الـ 2 سهلة جدا لأنني بيجيب نص العدد طبعا نص التلاتة وتلاتين هي ستاشر ونص وبكده يبقى انا جبت نص العدد بكل بساطة السؤال الاخير اتنين وعشرين القسمة تحول الى ضرب بدل اربعة على تسعة بنخليها تسعة على اربعة وبعدين نختصر على الاتنين على الاتنين فيها الحداشر على الاتنين فيها الاتنين وبعدين نضرب حداشر في تسعة بتسعة وتسعين ونقسمها على الاتنين تعالوا نقسمها مع بعض التسعة فيها كم اتنين فيها اربعة لان 2x4x8 ويتبقى 1 التسعتاشر فيها كم اتنين فيها تسعة لان 9x2x18 ويتبقى 1 يعني 1x2 يعني 49.5 تعالوا نشوف السؤال التالت اي من هذه البطاقات ستعطي ناتجا مختلفا عن البطاقتين الاخرى وضح جميع خطوات الحل اول حاجة طبعا الـ45 القسمة تحول الى ضرب وبعدين نقل بـ5x8 ونخليها 8x5 الـ45 تقبل القسمة على الـ5 فيها التسعة 9x8x72 تعالوا نشوف السؤال اللي بعده 51 هنضربها بدل القسمة تحول الى ضرب ونقلب 25x17 يا طرى الـ51 تقبل القسمة على الـ17 نعم لو اسمناها تطلع فيها التلاتة لان 3x7x21 ومعنا الـ2 3x1x3x25 يعني 3x17x51 بعدين اضرب 3x25 تطلع الاجابة 75 البطاقة الاخيرة معايا اللي هي 10 قسمة هنحولها الى ضرب و2x15 هنخليها 15x2 وبعدين نعمل عملية قسمة 10 قسمة 2 فيها الخمسة بعدين اضرب 5x5x25 5x2x25 5x1x25 يعني الاجابة 75 هيتضح لك ان البطاقتين باق وجيم متشابهتين في القيمة اما البطاقة الف هي البطاقة المختلفة السؤال الرابع بيقول لي فيه ميالي جزء من واجب خاص بماجد استخدم طريقة ماجد لإيجاد ناتج ميالي تعالوا نشوف ماجد طريقته ايه؟ 5x10x17 اول حاجة 5x17x10 يعني بيستخدم نفس الطريقة اللي احنا بنستخدمها وبعدين اختصر الخمسة 5x5 فيها الواحد 10x5 فيها الاثنين وبعدين اسم 17x2 بتمانية ونص تعالوا نتبع نفس الطريقة طريقة سهلة جدا اول شيء الاربعة تنزل والقسمة تحول الى ضرب وتمانية على تسعة تكون تسعة على تمانية بعدين نختصر 4x4 فيها الواحد وتمانية على الاربعة فيها الاثنين يبقى لإجابة 9x2 وتسعة على الاثنين بكام باربعة ونص نفس الموضوع اللي احنا عملناه في ألف هنعمله في باء 7 بدل قسمة تحول الى ضرب و14 على 9 نقلبها نخليها 19 على 14 بعدين نختصر 7 على 7 فيها الواحد و14 على 7 فيها الاثنين يبقى 19 على الاثنين هتطلع الإجابة 9 ونص لنطبع 2 في 9 بـ 18 ويتبقى 1 تمانين كتاب النشاط تمانين برضو سهلة وجميلة 14 قسمة نص هنقول 14 ضرب بدل 1 على الاثنين نخليها 2 على 1 14 في 2 بـ 28 لو أسمناها على 1 تطلع زي ما هي 28 الـ 16 القسمة تحول الى ضرب وبدل 2 على 3 نخليها 3 على الاثنين وبعدين نقسم 16 على الاثنين فيها الـ 8 8 في 3 بـ 24 هنا نفس الموضوع هقول 22 ضرب بدل 4 على 7 نخليها 7 على 4 ونختصر 22 لو أسمناها على الاثنين فعل 11 والأربعة لو أسمناها على الاثنين فعل الاثنين 11 ضرب 7 يديني 77 على الاثنين السبعة فيها كم اتنين فيها 3 ويتبقى 1 لأن 2 في 3 بـ 6 ودي 7 يتبقى 1 17 على الاثنين فيها كم؟ فيها الـ 8 2 في 8 بـ 16 والبقى 1 يعني إذن 38 ونص هنا عشرة القسمة تحول الى ضرب وبدل 4 على 5 نخليها 5 على 4 هيا سمناها على الاثنين فعل 5 والأربعة سمناها على الاثنين فعل الاثنين 5 بـ 5 بـ 25 نسمعها على الاثنين تطلع الإجابة 12 ونص الطريقة سهلة وبسيطة جدا طالما انت عرفت تضرب أكيد هتعرف تعمل عملية القسمة لأن القسمة عكس الضرب السؤال برضو هنا بيقول لي إحدى البطاقات طاطي ناتج مختلف يلا نحل كل واحدة الـ 14 القسمة تحول الى ضرب 2 على 7 تكون 7 على 2 بعدين 14 نختصرها مع الاثنين فيها السبعة 7 في 7 بتسعة واربعين يعني البطاقة الاولى تسعة واربعين البطاقة التانية 20 ضرب بدل 5 على الاثناشة تكون 12 على 5 نقسم 20 على الخمسة فيها الاربعة 4 في 12 بـ 48 يبقى البطاقة التانية 48 البطاقة التالتة هي اللي هتحدد 26 قسمة 13 على 24 هنحول القسمة الى ضرب ونقلب بـ 24 على 13 الـ 26 لو أسمناها الـ 13 فيها الـ 2 وبعد كده نضرب 2 في 24 بـ 48 أتلاحظوا ان البطاقتين بقى وجيم بنفس القيمة أما البطاقة ألف مختلفة عنهم بكده يبقى خلصنا درس القسمة هو نفسه فكرة درس الضرب طريقة بسيطة جدا لأننا بحول القسمة أولا الى ضرب بعدين حلو لو الفيديو أعجبكم ما تنساش تعمل اشتراك في القناة واتفعل زر الجرس يلا سلام ترجمة نانسي قنقر